ترجعنا لكم والأهل لخط أحمر وكننا قبل الفاصل بنكلمكم عن هل فكرة بيرسي تاو وتجاوز فكرة الخبر لأن إصابة مزمنة الإدارة بتحقق اللاعب عنده مشاكل مسيماني مدرب اللاعب هي اللي بتحرك هل كل ده كان وليد فيديو أو ظرف أو حالة استثنائية ما تستهلش كل اللي احنا بنقوله ده ولا الموضوع فيه تربستان بأي نقطة تبدو سلبية كمان بتحصل فالموضوع بيحتمل أكتر مما مفترض أنه يحتمل ونالكم هنشوف وقع أخرى تتعلق بلعب آخر عشان نعرف هل وقع بيرسي تاو كانت استثناء ولا هي قاعدة مع أي لعب آخر نطلع ونشوف الفيديو في كل ده بنجد أن في بعض الأندية اهدار للدولارات بدفعها اللاعيبة ما عندهاش مستوى أو ما بتلعبش أو المصري أحسن منها يعني دول لازم يتحسنوا وبعدين أنا طلبت قبل كده أن يبقى فيه سقف للتعاقدات لازم يبقى فيه سقف حان الأوان لأن يكون هناك سقف للتعاقدات بعد السفه اللي بيحصل فيه التعاقدات مع لعيبة لم تعطي ولن تعطي يعني أدي مثل قدام حضراتكم على سبيل المثال شفتوا المثل اللي قدام حضراتكم اللي على سبيل المثال كان لعب النادي الأهلي اهدار ملعب في النادي الأهلي مش في أي مكان تاني النادي الأهلي اللي بيتعرض لجهات رقبية بتيجي تشيد بأداءه المالي وعنده اقتصاديين يستحقوا الإشادة ويستحقوا السناء وشفنا ده في ميزانيات النادي الأهلي وفي أكتر من مناسبة على الجانب الآخر عندها أخرى لعبين بيخرجوا منها أضايا محاكم دولية غرامات ورصة لسه ماخدوش فلوسهم على الجانب الآخر مدربين بيخرجوا برضو بيرفعوا أضايا وهكذا مدربين جداد بييجوا عشان يرفعوا أضايا زي المدربين اللي قبلهم عمركم ما هتشوفوهم على الشاشة عمركم ما هتشوفوهم هم المثال لعب بيتاخد هو المثال لإخدار المال العام وهذه الكلمة الكبيرة اللي كلنا أكيد بنحترم المال العام ونعرف أن المال العام دايما له موضوعيته وليه قيمته فلما يجا استغل الجملة دي في لعب زي ميكي سوني اللي هو جاي بقيمة مالية ضعيفة جدا جاي بتعاقد منا دي وشوفنا هو وقتها كان قدامنا أمام سيمبا لعب وقت اللي تعاقد معاه محدش جاي قال دي قيمة كبيرة لأن هي قيمة بتدفع في لعبين كتير جدا في الدوري المصري يا كابتن ماجدي تعالى بص اللعب زي رمضان صبحي وهنا أنا بقعنيها بكل الأرقام اللي اتدفعت فيه تعالى شوف مردوده في الدوري المصري صنع كام سجل كام مش هتلاقي أرقام هل ده إخدار مال عام ولا لأ دي مش قصتي لأن أنا مقتنع في الكرة بحاجة مختلفة جدا رمضان أنت ممكن جايبه كبيرامدز شايف أنه بيديك أدت فاليو على سبيل حتى فكرة الانتقالات فده شأن يخص بيرامدز ولا أعني أبدا أن أنا أخدها بالمعنى ده ولكن ميكي سوني اللعب اللي جاء براتب ضعيف جدا مقارنة بلعبين كتير جاء بصفقة انتقال بتتدفع في أي لعب في الدوري المصري وحطه تحت أي لعب نتخط اللعب اللي بيعرف يبصي في الدوري المصري بيتدفع فيه أكتر من ميكي سوني ولكن تخرج بشعار زي إهدار المال العام ولما باجي أتكلم على إهدار المال العام أعرض على الشاشة صورة ميكي سوني من صورة أي لعب آخر والأمثلة كثيرة جدا جدا لعبين لأول مرة يدفع فيهم فلوس في تاريخ انتقالاتهم كان بيحصل من أندية أخرى وشفنا ده كان في أندية أخرى وما شفناش الصورة وما شفناش فكرة إهدار المال العام وما شفناش فكرة أن فيه مشاكل يبقى ده غرض وده تربص وده مشكلة مع النادي الأهلي واضحة جدا أنا عايزة أصدمك وقولك أنه هو في نفس الحلقة لما قال هتقولي أن بيرامتز على سقف الرواتب ملكش علاقة خلي بيرامتز يخسر بس أنت ما تخسرش وده اللي أنا اتكلمت فيه في الأربع نقط اللي أنا اتكلمت فيه مع كابتن مجدع بالغني أنه احنا مش بنشوف الكابتن مجدع بالغني في حدة النقض ده حتى لو احنا من وجهة نظرنا مش موضوعي تستمر عدم الموضوعية دي مع أندية أخرى لا هو مرتبط فقط لغير بالنادي الأهلي ومش بس لعبين لا ده كمان موضوع متعلق بالجهاز الفني نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب فالمهاردة انت جاء النادي الأهلي هو اللي عمل اسمك عم سيماني اوعى تتخال ان انت عملت حاجة للنادي الأهلي ده انت ولا الهوى بطولة أفريقيا هناخدها بيك أو بغيرك اوعى تفتكر انك انت جبتنا الدين من ديله لا ايه ده كده ونشوف الكابتن الخطيب عايز منك ايه واعماله عشان اوعى تفتكر انك انت اكبر من النادي الأهلي محدش اكبر من النادي الأهلي ولا الكابتن الخطيب نفسه اكبر من النادي الأهلي ده طريق الكابتن مجد عبدالغني مع النادي الأهلي مش لعبين لا مع مدير فني ايضا محقق اتنين دوري ابطال محقق اتنين سوبر محقق برونزيتين كأس العالم للأنديع محقق كأس مصر وان شاء الله ان شاء الله تستمر الإنجازات ويستمر تحقيق البطلات الغريب أن كابتن مجد عبد الغني كان له تصريح من سنتين بوضوح جدا قال أنا بحب النادي الأهلي وأحب الاختيارات تكون أفضل للنادي الأهلي اختيار بيتسو مسماني مدير فني للنادي الأهلي من وجهة نظري لو محققش دورة أبطال أفريقيا ده لازم يتحاسب اللي جابه ولازم يمشي طب لو حقق بطلات يا كابتن مجد قال لو أنا أخطأت أعتذر هل يعتذر الكابتن مجد عبد الغني عن وجهة نظره في اختيار بيتسو مسماني مدير فني برغم أنه كان حاطت وقتها المعيار هو النجاح في بطولة أفريقيا برغم أن عندها أخرى تعاقدت مع نفس الفترة تقريبا مدير فني آخر وما كانش حاطت نفس المعيار للمدير الفني ده اللي وقته بشمعنا بقى قال لك لا عاصل الأهلي طب دلوقتي يا كابتن مجد الأهلي مع بيتسو مسماني اللي حضرتك قلت عليه في وقت من الوقات ما وصلش بين الحال أننا نتعاقد مع مدير فني من جنوب أفريقيا نقطة منتهى من وجهة نظري التقليل من شأن كرة القدم في جنوب أفريقيا وهل ده اللي بيحصل ده والانطباع اللي عند بعض المقدم البرامج والمحللين من فكرة لون البشرة والثقافة اللي جاي منها المدير الفني هي ده اللي بتخلي الانتقاد لبيتسو مسماني سهل يعني لو كان بيتسو مسماني بملامح أوروبية هل كان ده هنشوفه من كابتن مجد عبدالغاني ومن المحللين؟ لا هي ده أهم نقطة ممكن قبل ما كنا نخلص الفقرة دي نقف عندها لأن فكرة العنصرية اللي بتعرض لها بيتسو مسماني والبعد وقال لك هو فيها العنصرية فكرة ما وصلش بينا الحال ان احنا نجيب مدرب من جنوب أفريقيا دي أنا بشوفها إهانة مباشرة لأن كابتن مجد عبدالغاني تعال بقى يبص لنفسه ويسأل نفسه طلع احترف في البرتغال في برامار تخيل ان الناس في برامار ما تقيمش كابتن مجد عبدالغاني زي مسماني السيفير راجل الوحيد اللي خد في سانداونز ده هو رابطال أفريقيا والوحيد اللي خد سوبر ده اللي كفاءته اللي ودته النادي لاله اللي خلت كابتن محمود القطيب يجي يقول دراج المصنف لا هو ساب كل العامل الفنية وخده على بلده وعلى فكرة ان ما يوصلش بينا الحال نجيب مدرب من جنوب أفريقيا واحنا عندنا مدربين من شمال أفريقيا تخيل كابتن مجد عبدالغاني كان يروح الدور البرتغالي فيقوله في البرتغال ما وصلش بينا الحال نجيب لعب عربي واحنا عندنا لعبين من البرتغال كنت حتشوفها ازاي كنت حتشوفها اهانة ليك ولا لأ لأنه تم إخفال المعيار الفني وده الجيم لعب انت بتتربص بيه في فكرة اصابات مزمنة لأنك مش قادر تتكلم على السيفي بتاعه ولاعب مستني اي حاجة فتيجي تقول ده مقداش مرضوط فني ومدرب مش قادر تتكلم فنيا فبدأت تقول المكان اللي هو جاي منه شيء انا شايفه مفوش اي نوازع له علاقة بدعم النادي الاهر